يعني ضيفتنا من أهل البيت سيما بيحكوا ستكون معنا الدكتورة أسماء حميد سيحكي لنا بشكل مفصل عن العودة إلى المدارسة هي خصائية تربوية بوزارة التربية والتعليم صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك صباح اللي برضي أعطيكم العافية كاثي إبراهيم إن شاء الله يكون ختام مهامسك إن شاء الله دائماً أكيد دائماً معك دكتورة ختام مهامسك دائماً معك إن شاء الله وبكرة بداية المسك بكرة يعني نعتبر عرص وطني وفرحة لطلابنا لمعلميننا لمدارسنا الصفوف سترجع تعجبها للطلاب بصفوف في الساحات في الممرات سنجد في الباصات بكرة سترق أزمة سير لكن هذا الإشيء نحن نستنى بعد غياب شهرين تقريباً عطلة كانت عطلة الشطة عطلة طويلة بسبب الظرف الصحي فطلابنا إن شاء الله يكونوا متشجعين ومتحمسين لرجعت بكرة والمعلمين أكيد هم يعني باستنوهم يستقبلوهم بكل ترحاب إن شاء الله يعني بداية دكتورة نتحدث عن موضوع الفاقد التعليمي رح يكون محورنا الأساسي لليوم ما هو الفاقد التعليمي أهمية الفاقد التعليمي للطلاب وأيضا خصوصا مع بداية الدوام يوم غد تمام أنا طبعا رسالة دامر بوجهها للكل لكن يعني بتمنى هل يكونوا عم بيحضروني يتابعوني أخاصا ركز على الإدارات المدرسية والمعلمين وأهالي الطلاب والطلاب أنفسهم موضوع الفاقد التعليمي أو في ناس بسموه التعليم المفقود أو هو فاقد اللي حصل للطلاب أريد أن نركز على أنه الفاقد بهذا اللي عم نحصل منه أو بنعاني منه ليس فاقد تعليمي فقط هو فاقد تربوي موضوع السلوكات الاتجاهات القيم التواصل هاي كل هالطلاب فقدوها هي بتعتبرها زي كفة وفيه كفة تاني موضوع التعليم اللي هي المهارات والمعارف والخبرات أنا كالآن كدوري كتربوي لازم أفكر بتعويض الاتنين مع بعض وبصراحة يمكن لازم كفة ترجح أكبر موضوع التعويض الفاقد التربوي يعني أنا الطالب اللي جاي على فكرة يمكن تكون نسبة كبيرة من الطلاب ما بدهم يداوموا يعني تعودوا على الجلوس في البيت على الأونلاين فهذا الطالب الآن بدي أنا أحببه في الرجعة وحسسه قداش أهمية هاي الرجعة طالب يصلوا زمان مش متواصل مع صحابه زمان مش كاتب كل تعاملهم ممكن خاصة ووضوع الأعابل صارتها الفترة أو التعليم اللي عن بعض فهاي كل هالأشياء اللي غيرت في سلوكاتهم واتجاهاتهم دوري الآن أول إشياء أكون أنا كشخص كأهل وكولي أمر أو كمعلم واعي إلها يعني وضع يدي على المشكلة هو أول خطوة في حل المشكلة يعني أعترف أنه في هذا الإشي ما أتفاجأ يعني أنا في الميدان وبروح بشوف المدارس فنسمع ومعروف المعلمين أنه يجو الطلاب بالأسف يعني عندهم اتجاهات وسلوكات خاطئة ما بدهم يتعلموا ومش عارف يكتب هذا إيش بتتتوقعه هذا الطالب اللي جايك سواء صف رابع ولا سابع ولا توجيهي بتوقع هذا الكلام وبدك تعالج هذه المشكلة فالفاقد زي ما قلنا ممكن يكون تعليمي ممكن يكون تربوي ممكن يطلع عنا أشياء كمان نستجد فأنا بدا تكون عيني من فتحه ممكن سلوكي سلوكي بدا تكون كل أدواتي أنا مستعدة أن أكشف عن هذه الأشياء وهون نحن نحكي عن نقطة كمان شيء موضوع التواصل اللي هو الحلقة تكثمل مع الأهل أطلع الأهل بابنكم شو عنده مشاكل ما أشتغل أنا بجهة وأهل اللي بعاد عن شغلي قم يأتي دكتورة دور الأهل أساسي هل بها المرحلة إحنا دائما نحكي تربية وتعليم يعني وزارة التربية والتعليم تربية وتعليم إحنا هون هلأ كأهالي كيف دورنا مساعد للمعلمين حتى نرجع أولادنا بسلاسة أكتر تمام هلأ الدعوة للرجور للمدارس يعني حتى منظمة اليونسكو ولينوسف لما حقوا بالعودة الأمنة للمدارس سأشتغلوا على ثلاث نقاط أولا اللي هي العودة البيئة الآمنة والدائمة اللي هي اللي تشتغلها الوزارة والرجوع للطلاب إن شاء الله بكرة للمدارسهم موضوع إعادة تأهيل المعلمين وتمكينهم وموضوع إعادة أو يعني استدامة موضوع التعليم بحيث أن أنا عوض الفاقد التعليمي هذول الثلاث نقاط دور الأهل وين بيجي فيهم إنه أنا كأهل لازم أعطي لابني الحافز والتشجيع الرجعة يعني بدي من المحروضهم من الزمان بس نحكم للليلة من بكر الصبح الأم والأب اللي عم بودع ابنه ورايح المدرسة يحسسوا إنه أنت رايح على إشي مهم مش إشي واجب وبكرة دوام ونام بكير وأصحى بكير بس عشان في عندك مدرسة هاي المدرسة هي هي اللي حتبني شخصيتك وهي اللي حتصنع منك رجل وامرأة المستقبل بالتالي انت حتروح تاخدي هناك مش بس حتتعلم علم لأنه ممكن ابني أو بنتي شو يحكيلي طب أنا معي الكتاب وهي في منصة وفي تطبيقه بدرس منه المعلم تفاعلك معه تفاعلك مع زميلك روحتك وجيتك على المدرسة هاي حتعمل منك إشي مهم لحياتك ومستقبلك فأنا المفروض كأم وأب أو إشي مقتنع بهالكلام ووصلوا لابني موضوع التواصل والدعم مع المعلمين اللي بنحكي بيها آمنة وداعمة طبعا الموضوع الصحي أكيد الكل حكى فيه وإن شاء الله الآن يعني موضوعنا نحن عم نمشي أكتر للانفتاح وإنه نتأقلم مع ظروف الكورونا فأنا بدي أحكي عن موضوع الدعم اللي بنحكي بيها آمنة وداعمة إذا أنا ابني راح وهو خايف خايف من المرض خايف أنه يفشل خايف أنه ممكن أحكي له أنت طرع زمان ما درست وإنت يعني شو حتجيب وشو حتعمل هاي الإحباطات اللي ممكن تنتقل الرسائل من الأهل لها أثر كبير على نفسية الطفل أو الطالب إذا كان طبعا أكبر يعني بينما العكس لو أعطيته أنه أنت لأ هتعمل أنت هتنجز المعلم موجود ليساعدك مهما راح عليك راح يتم تداركه هاي تعمل كمان تأثير على الشغل اللي حيشتغلوا المدرسة مع الأهل والتواصل بناتهم زي ما حكينا إذا أنا كمعلم كشفت أي مشكلة عند ابنك بموضوع دراسي معين أو بسروق معين أكون بتواصل مباشر وهو من نحكي عن بصراحة لازم نفعل وسائل التواصل الخاصة لهي التطبيقات يعني حتى لو مدرسة حكومية لازم يكون في تطبيقات لازم يكون في منصات أوظفها ما أخلي أنا الأهل والله يتابعوني أخبار ممكن تكون عامة لكل مدرسة خصوصية لكل معلم لكل مرحلة خصوصية وهذه أصلا من سماعة الحد اللي نحكيها الفاقد التعليمي إنه هو مشكلته متفاقمة متراكمة زائد كل مرحلة دراسية وكل صف وكل طالب فاقدوا المختلف يعني صعب أحكي أنا الآن لو عملت اختبار إنه الكل فقد الإشياء المعارف الآتي والخبرات الآتي أو زي ما حكي ابراهيم سلوكات الآتية رح تختلف من طالب للتاني بالتالي أنا كمعلم وظيفتي أكشف ومدرسة تكشف والأهل شو موظيفتهم يتقبلوا هذا الكلام ويتقبلوا بصد الرحب ويسمعوا ويتساعدوا مع المعلم في وجود حلول إله نعم لأسف دكتور أحيانا الأهل ما بدهم يشوفوا يعني ممكن يباجهوهم بسلوك معين أو بنقاط ضعف معينة ولكن هم مقتنعين بأنه أنا ابني ما ما له إشي أنا ابني تمام العملية التعليمية تتكون من عناصر أساسية هي الطالب المدرسة أو المعلم والأهل التوازن بين هذول العناصر يتم من خلال عمل مشترك نتحدث عن دور المعلم بشكل تفصيلي نتحدث عن دور الأهل وتحدثنا عنه الآن نوعا ما دور الطالب تجاه نفسه أيضا إن شاء الله رسالتي للمعلمين طبعا أنا مشرفة تربوية ووزعت التربية وإلي يمكن خبرة بتدريب المعلمين وبدأ أحكي الآن أسترجع نفسي لما كنت معلمة أصلا يعني خلي الموضوع اللي هو أكيد المعلم عنده مخافة ربنا وعنده الوعي أن هذول أبناء الطلبة هم فعلا بحاجة الآن لجهد مضاعف منه وهون بحمل كل معلم مسؤولية أكبر إن أنت هذا الطفل وهذا الطالب اللي إجا عندك بهذا الفقد اللي حكيناه فقد تربوي تعليمي سلوكي اتجاهي عاطفي نفسي دورك تفكر وتخطط شو اللي حعمل للطالب يعني ما بنحكي بس إحنا عن دفتر التحضير أخطط أحط لإجراءات اللي هي هدفها بس أنفذ درس معين أنا بدي أخطط بذكاء الآن كيف لهذا الطالب اللي جاي عندي في حصة مثلا حصة لغة عربية أو حصة علوم كيف أحاول بذكائي من خلال هاي النتاجات وهاي الإجراءات أنا أعالج معظم الأشياء الخطأ اللي عنده على سبيل المثال إذا أنا فكرت بموضوع التعليم يصير تعليم ممتع وهون بدي أحطهم الأليفات التلات شان ما ينسوهم تعليم أمتع وأبسط وأعمق يعني أنا أفكر بكل نتاج بدي أوصله كيف أخلي الطالب أجذبه إلي إحنا عافينا لأولادنا كلهم شو الجاذبهم الإنترنت والتكتوك والتكنولوجيا طب أنا كمعلم ليش ما أستخدمها سواء أستخدم التطبيق أو أحاول بأسلوبي أدخل بنفس عقلية ولغة هذا الطالب كيف هو يفكر وهو شو يحب فأحاول درسي أعطيه الجانب المتعة لعبة لعب أدوار رسم تمثيل ألوان أبعط له سؤال كوستشن أبعط له إياه على التطبيق يجاوب ليه في البيت يعني أحاول أدور على الجوال جوالب اللي يتخليه ينجذب ويتشوق للتعليم موضوع الأبسط المفاهيم الموجودة عندنا الآن إذا ظلينا إحنا زي ما هي هلواجه المعلم مشكلة هو بده يعوض الفاقد اللي أصلا كان موجود عند الطالب يعني فالله فرض الطالب الآن صف سابع إحنا بنحكي صلو سنتين اتعلم وممكن يكون أولاين وكان في عطل وكان في غيابات بالتالي هو خسر من تعلمه هاي الخسارة بالعلم بده يعوضها فهي مسئولية عليه زائد بده يعطي المنهاج الجديد فأنا إذا أعطيتهم كلهم زي مهمة بحذافيرهم كل وقت ما يكفي وما أوصل إشي فدور على المعلومة وحاول تدور على المعلومة هاي أو المفهوم اللي بدك إياه كيف تبسطه بأبسط ما يمكن وثالث شغلة وهي الأعمق وكيف ندمج بين الأبسط والأعمق هاي برضو بدها ذكاء وبدها شوية تفكير ومعلمينا طبعا ما شاء الله عنهم قدراتهم عالية أنه أنا ببسط المعلومة لكن بوصل الهدف اللي بدي إياها منها يعني بصراحة فيه أشياء ممكن تكون جانبية أو خارجية ممكن استغناء عنها باستغني عنها مقابل زي ما قلنا أني أبني سلوك صح وتوجه صح وأدربه مهارات اللي هي خاصة المهارات الحسية اللي طلابنا ممكن فقدينها مهارة الكتابة الرسم التعبير بدها انخطط لإجراءات وفيه كتير أفكار ممكن طبعا المعلمين تطلعوا عليها من الإنترنت ممكن استفيد من المشرفين التربويين من الوزارة إنهم شو ممكن أستخدم أفكار أخلي حسطي أمتع وأبسط وأعمق أكيد وهذا الدور مهم جدا وإحنا كلنا ثقة بمعلمينا ونعرف قداش دائما بيبدلوا كل جهدهم حتى يوصلوا هذه الرسالة التعليمية والجيل كله الجيل هذا الموجود كله بين إديهم يبنوا ويقدموا للمجتمع فلنشك لك دكتور راح تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات وبارك الله بجهودكم طيب آخر إيش بس أحكي للطالب سريع كل طالب وطالب راح نبكرة على المدرسة مدرستكم تمسكوا فيها المدرسة كنز حاول تستفيد من علاقاتك مع أصحابك من علاقتك مع معلم وحاول أنت يكون لك دور أنت مسؤول عن تعلمك وأنت بتقدر وكل عام وأنت بقى في خير وأنت بقى في خير يا رب دكتورة أنت خير مثال أكيد نتحدث عن هيئة الدريسية نتحدث عن المعلمين يعني فخورين فيك وشكرا على تواجدك معنا دائما كل شكرا أعطيكم الفعاق